موسيقى اهلا بكو مرة اخرى عزيزيز ومشاهدين مع ديوفنا اللي منوارينا في الستوديو كابتن محمد يوسف كابتن خالد بيبو كابتن خالد بيبو مصر وجنوب افريقيا دور السستاشر وما ادرك ما دور السستاشر ماشيات قوية جدا 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 لازم اتكلم على مصر وجنوب افريقيا شايف المباردت بص مبدقيا خلينا عشان نروح لمصر وجنوب افريقيا لازم نبص على التلات مصورت اللي احنا لابناهم منفعش ان انا انساهم منفعش ان انا اقول خلاص هو مرحلة وعدت خلينا في المرحلة التانية لا انا في خلال ثلاث مباريات يعني في سبع ثمان انفراضات جمع علي ده يعني ايه اللي هو ايه ده انا مجامل كمان فدي مشكلة هتقابلنا لو فضلنا في نفس الحالة الدفاعية اللي احنا بنشغل عليها فرقة دي مش هتسيبك الدورة 16 مش هبقى عندك نفس نسبة التوفيق او نفس نسبة الحظ اللي قابلتك في الادور القول انت انت احنا جبنا توقيت الاداف كمان حتى في المبرارة اخيرا توقيتك مميز جدا بالنسبة لنا في وقت ما احنا مضغطين ويكون عمالة تغبط في العرضة وفي شناه عمالة يشيل صلاح فك اللغس لا ما هو قيمة صلاح هي دي قيمة صلاح ما احنا معزمين ان صلاح لعيب عنده قيمة كبيرة وعنده شخصية وبيلعب سنة الفاتة كلها وسط حشدة الجمهية دي طيب توقيت الاهداف ده ليه مدلول يعني توقيت الاهداف بصفة عامة لان انا دلوقتي هعرض لك توقيت الاهداف كلها اللي تم احرازها في كاس الأمم الأفريقية طبعا طبعا هي ليه مدلول في حاجة واحدة ان انت يعني الجيم بيفتح في توقيت وانت مش وهو مش بتاعك طيب اول 15 دقيقة جيه سبع اهداف تمام من 16 يعني من 15 ل30 اربع اهداف تمام من 30 ل45 18 هدف من 45 ل60 12 من 60 ل75 18 من 75 ل90 9 دي يمكن احصائية تبين لك ان اعلى معدل في الديها من 30 ل45 ومن من 60 ل90 تمام تفرق دي ولا ما عادي لا بتفرق طبعا انت رب تعمل تحليل على فرق فرق بعينها وتقدر ان انت تشوف الفرق دي بتجيب امتى الاهداف احسن توقيت بالنسبة لها ايه واحسن توقيت وحش بالنسبة لها ايه كل الكلام ده بتحسب انما انما تيجي بتحسبها على بطولة ما تقدرش تخدها بالشكل العام كده يعني انا ما تقدرش ان انا احللها بشكل عام في توقيتات مختلفة على فرق كتير انما انما هتعملها على فرق واحدة او على منتخب واحد اقدر ساعتها اقولك لا الفرق دي الفترة دي بيبقى التركيز بتاحها قال ما بتخشش المباراة بشكل جيد ما بتنهي المباراة وحش الفترة اللي في نص المباراة بتطوه من الفرق اقدر تقدر تكلم على فرق النمع بشكل عام لا النمع عايز اتكلم على منتخب موظف موطة واحدة بس سريعا انا عاف انت هتروح عليزا كل الاهداف اللي احنا جبناه في شرط واحد في شرط الاول فده بيديك من دول برضو لو انت بتتكلم على الارقام من احنا شرط التاني في الثلاث مباريات يعني احنا سبك بقى من احنا ما جبناش هداف احنا مضغوطين للثلاث ايه بس ما دخلش فينا اهداف ده ده المدين يعني انا كنت رايح لك على النقطة التانية معنى انا جبت اهداف في الشرط الاول الشرط التاني انا مجيبش اهداف في نفس الوقت انا قدرت في الثلاث مباريات ما بخش فيها اهداف فيها الشناو في احسن حالاته خلناها كلنا لنا عالتاليف احنا كفرقة كلنا بندفع لا مش في احسن حالاتنا لان فيها فرص كتيرة وبنسبان لنا كنا موفقين فيها وربنا كرمنا في العرضة والشناو وشال فكمية الفرص اللي جات عادينا كتير تخد تزعل كمية الفرص اللي جات على المنتخب مصفى الثلاث مبارات تزعل لازم ناخد بالنا لان انت ادوار التانية مفيش وقت مفيش وقت ان احنا تدريب جون وتبقى متكهرورة مفيش وقت لاي حاجة مفيش وقت لاي حاجة مفيش وقت لاي حاجة لازم نركزينا